وصفت النشطة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ أغنيس تشاو السجن بأنه عذاب عقب الإفراج عنها وهي من أبرز شخصيات المعارضة وكانت وسائل الإعلام في انتظار تشاو البالغ 24 عاما لدى خروجها لكنها لم تدلي بأي تصريحات لدى مغادرتها وتنتمي تشاو لجيل من النشطاء الذين اكتسبوا خبرة في السياسة وهم لا يزالون مراهقين وباتوا مصدر إلهام للمستائن من تزايد سطوة بكين ترجمة نانسي قنقر